نعم بالفعل شهيد وعدد من الإصابات على الأقل غارتان جويتان نفدهما طائران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طباص وكذلك أيضا في بلدة الطمون حتى هذه اللحظة نتحدث عن استشهاد الشاب فايز دراغمة عقب محاصراته في وسط مدينة طباص ساعات الفجر الأولى وحدات قاصة فرضت طوقا عسكريا لاحقا دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية وتم استهداف المنزل بصواريخ محمولة على الأكتاف وخاض اشتباكات مسلحة حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام عائلة الشاب فايز دراغمة كدرع بشر لمحاولة الدخول لكنه فشل مضطر لزيادة وطيرة القص على المنزل وأدى ذلك لاستشهاده أثناء خوضه الاشتباكات المسلحة لاحقا احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثمانه خلال عملية الاقتحام في موقع آخر في مدينة طباص نفذت طائرة استطلاع قصفا جويا من خلال طائرة استطلاع استهدفت شابا لكنه نجى من عملية القصف وفي التطورات الميدانية سيما ونحن نتحدث عن عملية عسكرية موسعة وفق بيان لجيش الاحتلال تستهدف بلدة طمون جنوب طباص ومدينة طباص فإن الاحتلال قصف قبل قليل من الجو بطائرة استطلاع مجموعة من الشبان الفلسطينيين يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم مجموعة من المقاومين تم استهدافهم بالقصف الصاروخي الهلال الأحمر الفلسطيني قام بنقل إصابة بالرصاص الحي إلى مستشفى طباص التركي الحكومي في مدينة طباص فيما لا يزال جيش الاحتلال يحتجز إصابة حرجة للغاية بالغة الخطورة في موقع القصف في بلدة طمون يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينفذ سلسلة اعتقالات ومداهمات ومصادرة وسائل قتالية خلال عمليات مداهمة واسعة تشهدها مدينة طباص وبلدة طمون على صعيد الأذرع العسكرية أجواء ساخنة مشهد متوتر اشتباكات تتوزع في عدة محاور من مدينة طباص استهدافات بالعبوات الناسفة أدى ذلك لإعطاب آلية عسكرية وانقلاب أخرى جيش الاحتلال يدفع بوحدات هندسة إلى مدينة طباص لمحاولة سحب وقطر هذه الآليات العسكرية المعطوبة تحديدا في منطقة واد تياسير إلى الشرق من المدينة خلال عملية الاقتحام نحن نقف على وجه التحديد في منزل الشهيد فايز دراغما الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل التقيت زوجته والتي روت لي بأنه قبل يومين فقط قبل أقل من 48 ساعة أحضر لها باقة من الورد في هدية قالت أنها الأخيرة من زوجها الآن نستمع إلى انفجار عنيف الآن هنا في مدينة طباص نستمع لانفجار عنيف جدا يتركز الآن انفجار آخر تتركز هذه الانفجارات الآن على المحور الشرقي باتجاه ما يعرب بطريق تياسير في تلك المنطقة التي رصدنا قبل حوالي 40 دقيقة انفجارات استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في ذات المكان على وجه التحديد الآن انفجار ثالث انفجار ثالث على الهواء مباشرة نستمع إلى هذه الانفجارات في محور المنطقة الشرقية بقرب طريق تياسير على وقع ما أعلنت عنه كتيبة طباص صرايا القدس وكذلك أيضا كتائب شهداء الأقصى بخوض اشتباكات مسلحة الآن تبادل لإطلاق النار نعم استمع الآن إلى صوت تبادل واشتباكات عنيفة في المحور الشرقي من مدينة طباص في هذه اللحظات عقب تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية والاحتلال يرد بإطلاق عشوائي للرصاص على وقع هذه التطورات المتسارعة سلسلة مناطق شمال طول كرم تعرضت لمداهمات في دير لغصون وعطيل وزيتا خلالها اندلعت مواجهات عنيفة كذلك الأمر سلسلة اقتحامات تعرضت لها قرى وبلدات إلى الجنوب من مدينة قلقيلة في حبلة ورأس عطية وقلة ياسين وكذلك عزبة جلعود خلالها تم اعتقال إمام مسجد الإمام عقب اقتحام جيش الاحتلال ومداهمة المسجد وتحويل المنطقة إلى ضمار الآن اشتباكات عنيفة نشهدها في هذه المنطقة لربما الزميل شادي نحن نقف الآن في خلف هذه المنازل مباشرة هذه الاشتباكات التي نستمع إليها اشتباكات وإطلاق نيران كثيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في نطاق المحور الشرقي في هذه اللحظات في الطريق المؤدي والرابط باتجاه منطقة وبلدة تيسير إلى الشرق من مدينة طباس قبل ساعة دفع الاحتلال بقوة عسكرية هذه القوة ترافقها فرق هندسية تعمل على سحب آلية عسكرية انقلبت وانفجرت نتيجة استدافها بعبوات ناسفة في المنطقة الشرقية على وقع هذا المشهد الميداني الذي نرصده الآن وبطبيعة الحال نؤكد على ما ورد في بيان الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني في قصف استهدف بلد الطمون وهناك صعوبة للوصول إليه في هذه اللحظات ندخل إلى منزل الشهيد فايز دراغمة الذي استهدفه الاحتلال بصواريخ محمولة على الأكتاف حيث نفذ الاحتلال عملية القصف هذه ولربما تنضم إلينا زوجة الشهيد في هذه اللحظات على الهواء مباشرة إن كان بإمكانها الوصول إلى هذه المنطقة نحاول الدخول بين الركام الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض المنزل لعمليات قصف واستهدافات مكثفة في المنطقة نتيجة تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة نفذ عمليات إطلاق نيران واستخدم العائلة كدرع بشري خلال عملية الاقتحام لمحاولة الدخول إلى المنطقة في هذه اللحظات زوجة الشهيد لربما تستطيع الوقوف إذا كان بالإمكان يعني الآن تنضم معنا على الهواء شهيد خلال تبادل لإطلاق النار إذن هناك إصابة إذن هناك إصابة الآن على وقع الاشتباكات التي استمعنا إليها قبل قليل إصابة إذن زوجة الشهيد فايز ماله اليوم يوم كئيب يوم حزين الحمد لله يا رب العالمين يا رب شو الواحد يحكي شو الواحد بدي يحكي الحمد لله يا رب العالمين شو اللي صار في البيت عندكم ساعات الفجر كانت قوة خاصة محاصر الدار بس تعذروني أنا مش كادر أحكي نقدر هذا المشهد إذن هناك أنباء عن إصابة إذن أنباء عن إصابة في محيط المنزل نتيجة الاشتباكات التي وقعت قبل قليل في هذه اللحظات الاشتباكات تتركز على وجه التحديد في المنطقة الشرقية حيث تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة قبل قليل باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي وهناك بطبيعة الحال عدد من الإصابات عائلات الشبان تحاول الوصول إلى موقع إطلاق النار الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على وقع هذه العملية العسكرية الموسعة هذه صور خاصة ننتقل بها من محيط المنزل الذي استشد به الشاب فايز دراغمة إلى محيط تمركز الآليات العسكرية وهناك خشية كما يقول لنا الزملاء من التقدم لأنهم يواصلون عمليات إطلاق الرصاص باتجاه الشبان الفلسطينيين يعني الآن نحاول الوصول إلى المنطقة وضع الشبان عوائق في المكان وتمكنوا من تفجير عدد من العبوات الناسفة ثلاث عبوات الآن إطلاق نيران في تلك النقطة في المنطقة الجبلية أقصى المحور الغربي لمدينة طوباص في ذلك المكان هناك نستمع إلى أصوات تبادل إطلاق نار وهذا بالفعل ما تشهده مدينة طوباص ساحة حرب حقيقية في عدة محاور أماكن التواجد العسكري الإسرائيلي حملة مداهمات موسعة قصف من الجو قوات كبيرة على الأرض وطبعا تنفيذ عمليات اعتقال وفق مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات والحديث طبعا بشكل رسمي عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين على الأقل أحدهم احتجز الاحتلال الإصابة واحتجز كذلك أيضا جثمان الشهيد بالتالي الأوضاع متوترة في مدينة طوباص إلى الشمال الشرقي من الضفة الغربية في هذه الأثناء هناك بطبيعة الحال خشية وقلق للعائلات بأن خلال التواجد في منطقة نطاق إطلاق النيران الذي استهدف به جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من الشبان شهاده إذن العائلات إصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والدة أحد الشبان تتقدم في هذه اللحظات على الرغم من أن المنطقة لازالت يعني محاصرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نتك بطبيعة الحال عدد من الشبان يحاولون انسحاب من محيط المنطقة التي يعبر جيش الانتلال الإسرائيلي صورة وضع متوترة حقيقة هنا في مدينة طباص في هذه اللحظات هذه العملية العمارية وهي شكل آخر من أشكال التصعيم تعرض له مدينة طباص وأقصى الأغوار الشمالية بمعنى في المدينة والبلدات ومخيمة الفارعة ثمت عمليات عسكرية مكثفة موسعة وكبيرة وعلى الجهة المقابلة في أقصى الامتداد الشرقي من مدينة طباص حرب استيطانية يعني لم نشهد لها مثيل منذ السنوات العشر الماضية بعملية طبعا إنشاء البؤر وتسريع إنشاء البؤر الاستيطانية منذ السابع من أكتوبر أكثر من أربعة عشر بؤرة استيطانية تم إنشاؤها في الامتداد الشرقي من مدينة طباص بالإضافة إلى هجمات متتالية ومكثفة تعتمد على طبعا وفعها على التهجير سواء الصامت أو ذلك المتعلق بضجيج كبير على وقع طبعا حماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمرير لهذه المخططات في هذه الأثناء يعني فقط لنؤكد أن الشاب الذي تحدثنا عنه قبل قليل وخوف هذه الأمة الفلسطينية لم يصب كان محاصرا في نطاق مرور الآليات العسكرية وإطلاق النيران الذي رصدناه على الهواء مباشرة والدة الشاب تتمكن من الوصول إليه وهي والدة أربعة شهداء بطبيعة الحال في هذه اللحظات تتمكن من الوصول إلى نجلها وتعمل على إخلائهم من المنطقة بالتالي هي صورة معقدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى هنا في مدينة طوباص شمال شرق الضفة الغربية على وقع هذه العملية العسكرية الكبيرة الموسعة التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة كل الشكر لك خالد بدير كنت معنا من طوباص على نقل كل هذه الأجوال التي تبعنا معك على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لك وتابعا معك في ساعات اللاحقة وينجد أي جديد شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة